الشيخ الإمام جمال الدين أبو الفرج محمد ابن الجوزي الباب الأول في فضل الأرض المقدسة قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم قال الزجاج المقدسة المطهرة وقيل للسطل القدس لأنه يتطهر منه وسمي بيت المقدس لأنه يتطهر فيه من الذنوب وقيل سماها مقدسة لأنها طهرت من الشرك وجعلت مسكنا للأنبياء والمؤمنين وفي المراد بالأرض المقدسة أربعة أقوال أحدها أنها أريحة قاله ابن عباس وقال السدي أريحة أرض بيت المقدس وقال الضحاك المراد بهذه الأرض إيلياء وبيت المقدس قال ابن قطيبة وقرأت في مناجات موسى أنه قال اللهم إنك اخترت من الأنعام الضانية ومن الطير الحمامة ومن البيوت بيت إيلياء ومن إيلياء بيت المقدس فهذا يدل على أن إيلياء الأرض التي فيها بيت المقدس قال الفرزدق وبيتان بيت الله نحن ولاته وبيت بأعلى إيلياء مشرف وقال قتاد الأرض المقدسة الشام كلها الباب الثاني في ذكر الجبل الذي عليه بيت المقدس قال أبو هريرة الزيتون طور زيتا قال قتاد والزيتون جبل عليه بيت المقدس وأخبرنا أبو المعمر الأنصري عن أبي هريرة قال أقسم ربنا عز وجل بأربعة أجبل فقال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأميم الباب الثالث في وضع بيت المقدس وبداية أمره أخبرني عطاء بن أبي رباح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مكة بلد عظمه الله وعظم حرمته وحفها بالملائكة قبل أن يخلق شيئا من الأرض يومئذ كلها بألف عام ووصلها بالمدينة ووصل المدينة ببيت المقدس ثم خلق الأرض بعد ألف عام خلقا واحدا وقال علي ابن أبي طالب كانت الأرض ماء فبعث الله ريحا فمسحت الأرض مسحا فظهرت على الأرض زبدة فقسمها أربع قطع خلق من قطعة المكة ومن الثانية المدينة ومن الثالثة بيت المقدس ومن الرابعة الكوفة وعن شريح بن عبيد عن كعب قال بن سليمان بن داود بيت المقدس على أساس قديم كما بنى إبراهيم الكعبة على أساس قديم قال المصنف رضي الله عنه قلت وسكن الجبارون الأرض المقدسة فصلت عليهم يوشع ثم صلت الكفار على بيت المقدس فصيروه مزبلة فأوحى الله تعالى إلى سليمان فبناه محدثنا بن المبارك عن عثمان بن عطاء عن أبي عن سعيد بن المسيب قال أمر الله داود أن يبني مسجد بيت المقدس قال يا رب وأين أبنيه قال حيث ترى الملك شاهرا سيفا قال فرآه في ذلك المكان قال فأخذ داود فأسس قواعده ورفع حائطه فلما ارتفع انهدم فقال داود يا رب أمرتني أن أبني لك بيتا فلما ارتفع هدمت فقال يا داود إنما جعلتك خليفتي في خلقي لما أخذته من صاحبه بغير ثمن إنه يبنيه رجل من ولدك فلما كان سليمان ساوم صاحب الأرض عليها فقال له هي بقنطار فقال سليمان قد استوجبتها فقال له صاحب الأرض هي خير أو ذاك قال بل هي خير قال فإنه قد بدى لي قال أوليس قد أوجبتها قال بلى ولكن البيعين بالخيار ما لم يتفرقه قال ابن المبارك هذا أصل الخيار قال فلم يزل يراوده ويقول له مثل قوله الأول حتى استوجبها منه بسبعة قناطير فبناه سليمان حتى فرغ منه وتغلقت أبوابه فعالجها سليمان أن يفتحها فلم تنفتح حتى قال في دعائه بصلوات أبي داود ألا تفتحت الأبواب ففتحت الأبواب قال فقرع له سليمان عشرة آلاف من قراء بني إسرائيل خمسة آلاف بالليل وخمسة آلاف بالنهار لا تأتي ساعة من ليل أو نهار إلا والله عز وجل يعبد فيه حدثنا عمر عن الشيباني قال أوحى الله عز وجل إلى داود أنك لن تتم بناء بيت المقدس قال أي ربي ولما قال لأنك غمرت يدك في الدم قال أي ربي أولم يكن ذلك في طعتك قال بلى وإن كان ولما ولي سليمان أوحى الله تعالى إليه عن ابن بيت المقدس فبناه فلما دخله خر ساجدا شكرا لله سبحانه وتعالى فقال يا ربي من دخله من خائف فأمنه أو من داع فاستجب له أو من مستغفر فاغفر له فذبح أربعة آلاف بقرة وسبعة آلاف شاه وصنع طعاما ودعا بني إسرائيل ولما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس أنبت الله عز وجل له شجرتين عند باب الرحمة إحداهما تنبت الذهب والأخرى تنبت الفضة فكان في كل يوم ينزع من كل واحدة مئتي رطل ذهبا وفضة ففرش المسجد بلاطة ذهب وبلاطة فضة فلما جاء بخت نصر خربه واحتمل منه ثمانين عجلة ذهبا وفضة فطرحه برومية قال علماء السير كان بيت المقدس قد خرب حتى صار كالمزابل فأمر الله تعالى سليمان ببنائه وذلك لأربع سنوات خلت من ملكه فبناه في سبع سنين وعن كعب قال إن الله عز وجل أوحى إلى سليمان أن ابن بيت المقدس فجمع حكماء الإنس وعفاريت الجن وعظماء الشياطين ثم فرق الشياطين فجعل منهم فريقا يبنون ففريقا يقطعون الصخر وفريقا يقطعون القنى والعمد من معادن الرخام وفريقا يغسون في البحر فيخرجون منه الدرة والمرجان الدرة مثل بيضة النعام وبيضة الدجاج وأخذ في بناء المسجد فلم يثبت البناء ثم حفر الأرض حتى بلغ الماء فقال أسسوا على الماء فألقوا فيه الحجارة فكان الماء يلفظ الحجارة فاستشار في ذلك فأشار علي أن يتخذ قلالا من نحاس ثم يملأها حجارة ثم يكتب عليها ما على خاتمه من ذكر التوحيد ثم يلقيها في الماء فيكون أساس البناء عليها ففعل فثبت وبنى وعمل بيت المقدس عملا لا يوصف وزينه بالذهب والفضة والدر والياقوت وألوان الجوهر في سمائه وأرضه وأبوابه وجدره ثم جمع الناس وأخبرهم أنه مسجد لله تعالى وأنه هو الذي أمر ببناءه وأن كل شيء فيه لله تعالى وأن من انتقصه شيئا فقد خان الله وأنه كان قد عهد إلى داود في ذلك ثم أوصى سليمان بذلك من بعده ثم اتخذ طعاما وجمع الناس حدثنا الوليد بن يزيد عن عبد الله بن عمر بن العاص فقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب قال هو سور بيت المقدس الشرقي الباب الرابع في ذكر العجائب التي كانت فيه عن محمد ابن اسحاق عن ابي مالك ابن ثعلبة ابن ابي مالك قال سمعت ابراهيم ابن طلحة ابن عبيد الله يحدث عن ابيه عن جدة قال ان ذا القرنين كان من حمير وانه قصد بيت المقدس وقد خضعت له الملوك فرأى في بيت المقدس العجائب التي صنعها الضحاق ابن قيس في الزمان الاول احدى تلك العجائب انه صنع نارا عظيمة اللهب فمن لم يطع تلك الليلة احرقته تلك النار والثانية من رمى بيت المقدس بنشاب رجعت النشابة علي والثالثة وضع كلبا من خشب على باب بيت المقدس فمن كان عنده شيء من السحر اذا مر بذلك الكلب نبح علي فاذا نبح علي نسي ما عنده من السحر والرابع وضع بابا فمن دخله اذا كان ظالما ضغطه ذلك الباب حتى يعترف بظلمه والخامسة وضع عصا في محراب بيت المقدس فلم يقدر احد يمس تلك العصة الا من كان من ولد الانبياء ومن كان سوى ذلك احرقت يده والسادسة انهم كانوا يحبسون اولاد الملوك عنده في محراب بيت المقدس فمن كان من اهل المملكة اذا اصبح اصابوا يده مطلية بالدهن وجعل سليمان بن داود سلسلة معلقة من السماء الى الارض ليبين المحق من المبطل فالمحق ينالها والمبطل لا ينالها وان يهوديا استودع مئة دينار فجحدها فجاءوا الى السلسلة وقد سبك اليهودي الدنانير فجعلها في عصم وناولها صاحب المال وحلف لقد اعطيته دنانير وحلف الاخر انه لم يأخذ فارتفعت السلسلة من ذلك اليوم وجعل السليمان تحت الارض مجلسا وبركة فيها ماء فمن وقع في الماء وكان مبطلا غرق الباب الخامس في ذكر فضل بيت المقدس قال الله عز وجل سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله المسجد الحرام يعني مسجد مكة الى المسجد الاقصى وهو بيت المقدس وقيل له الاقصى لبعد المسافة التي بين المسجدين الذي باركنا حوله اي بان اجرى حوله الانهار وانبت الثمار وقيل لانه مقر الانبياء ومهبط الملائكة عن عبدالله بن مالك الخثعمي عن كعب قال ان الله عز وجل ينظر الى بيت المقدس كل يوم مرتين الباب السادس في فضل زيارة بيت المقدس عن حفص بن عمر عن عبدالله بن سريدة عن مكحول قال من زار بيت المقدس شوقا الي دخل الجنة وزاره جميع الانبياء وغبطوه بمنزلته من الله عز وجل وايما رفقة خرجوا يريدون بيت المقدس شيعتهم عشرة الاف من الملائكة يستغفرون لهم ويصلون عليهم ولهم مثل اعمالهم اذا انتهوا الى بيت المقدس ولهم بكل يوم يقيمون فيه صلاة سبعين ملكا ومن دخل بيت المقدس طاهرا من الكبائر يلقاه بمئة رحمة ما منها رحمة الا ولو قسمت على جميع الخلائق لوسعتهم ومن صلى في بيت المقدس ركعتين يقرأ فيها فاتحة الكتاب وقل هو الله احد خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وكان له بكل شعرة على جسده حسنة ومن صلى في بيت المقدس اربع ركعات مر على الصراط كالبرق واعطي امانا من الفزع الاكبر يوم القيامة ومن صلى في بيت المقدس ست ركعات اعطي مئة دعوة مجابة ادناها براءة من النار ووجبت له الجنة ومن صلى في بيت المقدس ثمان ركعات كان رفيق ابراهيم خليل الرحمن ومن صلى في بيت المقدس عشر ركعات كان رفيق داود وسليمان في الجنة ومن استغفر للمؤمنين والمؤمنات في بيت المقدس ثلاث مرات كان له مثل حسناتهم ودخل على كل مؤمن ومؤمنة من دعائه سبعون مغفرة وغفر له جميع ذنوبه الباب السابع في فضل الصلاة في بيت المقدس حدثنا شيبان عن قتاد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ببيت المقدس خمس خمس صلوات نافلة كل صلاة أربع ركعات يقرأ في الخمس صلوات عشرة آلاف مرة قل هو الله أحد فقد اشترى نفسه من الله تعالى ليس للنار عليه سلطان وعن أنس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيت بصلاة واحدة وصلاته في مسجد القبائل بست وعشرين وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة وصلاته في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة الباب الثامن في ذكر مضاعفة الحسنات والسيئات في بيت المقدس عن الليث بن سعد عن نافع قال قال ابن عمر ونحن في بيت المقدس يا نافع أخرج بنا من هذا البيت فإن السيئات تضاعف فيه كما تضاعف الحسنات الباب التاسع في فضل السكنة في بيت المقدس عن أبي عمران عنذ الأصابع أنه قال أرأيت يا رسول الله إن ابتلينا بالبقاء بعدك فأين تأمرنا قال عليك ببيت المقدس لعل الله يرزقك ذرية تغدو إليه وتروح وعن عمر بن عبد الله الحضرمي عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله عز وجل وهم كذلك قالوا يا رسول الله وأين هم قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس وعن عطاء قال لا تقوم الساعة حتى يسوق الله خيار عباده إلى بيت المقدس وإلى الأرض المقدس فيسكنهم إياها وعن كعب قال قال الله عز وجل لبيت المقدس أنت جنتي وقدسي وصفوتي من بلادي من سكنك فبرحمة مني ومن خرج منك فبسخط مني عليه الباب العاشر بيت المقدس أحد المساجد التي تشد الرحال إليها عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد ومسجد بيت المقدس الباب الحادي عشر في ذكر ما هناك من قبور الأنبياء ومحراب داود وعين سلوان جاء في الصحيح أنه لما احتضر موسى عليه السلام قال يا رب قربني من الأرض المقدسة رمية حجر وفي الأرض المقدسة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام الباب الثاني عشر في ذكر ما جرى على بيت المقدس من النهب والخراب قال الله عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي في التوراة أخبرناهم بذلك لتفسدن في الأرض مرتين أي في أرض مصر بالمعاصي ومخالفة التوراة وقتل الأنبياء وفي المقتول من الأنبياء في الفساد الأول قولان أحدهما زكريا قاله السدي عن أشياخه والثاني شعيا فأما المقتول في الفساد الثاني فهو يحيى ابن زكريا قال مقاتل كان بين الفسادين مئة سنة وعشر سنين فأما سبب قتلهم زكريا فإنهم اتهاموه بمريم قالوا منه حملت فهرب منهم فانفتحت له شجرة فدخل فيها وبقي من ردائه هدب فجاءهم الشيطان فدلهم عليه فقطعوا الشجرة بالمنشار وهو فيها وأما السبب في قتلهم شعية فهو أنه أرسل إليهم فنهاهم عن المعاصي قال ابن اسحق وشعية هو الذي قال لإيلياء وهي قرية بيت المقدس واسمها أوريشالم أبشري أوريشالم أبشري أوريشالم أبشري أوريشالم يأتيك الآن راكب الحمار يعني عيسى ويأتيك بعد راكب البعير يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وأقبل سنحريب ملك بابل ومعه سبتمائة ألف راية حتى نزل حول بيت المقدس فقال شعية لسنحريب إن الله تعالى قد أوحى إلي أن آمرك أن توصي وتستخلف فأقبل على القبلة فصل وتضرع وقال زد في عمري فأوحى الله إلى شعية أن ربك قد رحم وقد أخر أجل خمس عشرة سنة وأنجاه من عدوه فأصبح جميع الأعداء موت إلا خمسة من كتابه وسنحريب وأحدهم بخت نصر فتركوا في أعناقهم الجوامع وطافوا بهم سبعين يوما حول بيت المقدس ثم آل الأمر إلى أن قتل شعية ترجمة نانسي قنقر وما سبب في قتلهم يحيى بن زكريا عليه السلام فإن ملكهم أراد نكاح امرأة لا تحل له وأحبها فنهاه يحيى وقال السدي عن الشياخ كانت بنت امرأته فحقدت أمها على يحيى فقالت لابنتها لا تزيني له فإن أرادك فقولي لا إلا برأس يحيى ففعلت فأمر به فجيء برأسه والرأس يتكلم ويقول إنها لا تحل لك ومازال دم يحيى يغلي حتى قتل عليه من بني إسرائيل سبعون ألفا وقال ابن إسحاق لما رجع بني إسرائيل من بابل إلى بيت المقدس ما زالوا يحدثون الأحداث ويكذبون الأنبياء إلى أن بعث زكريا ويحيا وعيسى عليهم السلام فبعث الله عز وجل عليهم بعد عيسى ملكا من ملوك بابل يقال له خردوس فدخل بيت المقدس وجد دم يغلي قالوا دم قربان قال ويلكم اصدقوني قالوا دم نبي منا قتلنا قال فلهذا انتقم فيكم منكم قال الله عز وجل فإذا جاء وعد أولاهما أي عقوبة أولى المرتين بعثنا أي أرسلنا عليكم عبادا لنا وفيهم خمسة أقوال أحدها جالوت وجنوده عن ابن عباس بعثنا عليكم عبادا لنا جالوت فجاسوا خلال ديارهم وضربوا عليهم الخراج والذل فسألوا الله أن يبعث لهم ملكا يقاتلون في سبيل الله فبعث الله طالوت فلما أفسدوا بعث الله عليهم في المرة الأخرى بغت نصر والثاني أن الذي بعث في المرة الأولى بغت نصر قال ابن زيد صلت عليهم سابور ذا الأكتاف من ملوك فارس أولي بأس شديد أي ذوي عدد وقوة في القتال فجاسوا خلال الديار ينظرون هل بقي أحد لم يقتلوا وكان وعدا مفعولا لا بد من كونه ثم رددنا لكم الكرة عليهم لنقتل داود جالوت وعد ملكهم إليها وجعلناكم أكثر نفيرا أي أكثر عددا إن أحسنتم وقلنا لكم فإذا جاء وعد الآخرة أي وعد عقوبة المرة الآخرة من إفسادكم وهو قتل يحيا وقصدهم عيسى بعثناهم فصلت الله عليهم ملوك فارس والروم فقتلوهم وسبوهم وقتل بخت نصر فإنه خرب المساجد وسب الذرية وهم سبعون ألف غلام وعن ابن عباس قال بعث الله عليهم في المرة الأخيرة بخت نصر فخرب المساجد وتبر ما علوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم فرحمهم بعد انتقامه منهم وعمر بلادهم وأعاد نعمتهم بعد سبعين سنة وإن عدتم إلى المعصية عدنا إلى العقوبة قال العلماء ثم عادوا إلى المعصية فبعث الله عليهم ملوكا من فارس والروم ثم كان آخر ذلك أن بعث الله سبحانه محمدا فتركهم في عذاب الجزية واختلف العلماء في الذي مر على قرية فقال الأكثرون إنه عزير وهذا مذهب علي ابن أبي طالب وابن عباس قال وهب ابن منبه كان عزير من السبايا التي سباها بخت نصر من بيت المقدس فرجع إلى الشام فبكى على فقد التوراة فنبئ وكان بخت نصر لما دخل إلى بيت المقدس قد أحرق التوراة وساق بني إسرائيل إلى بابل فتلاها عزير عليهم فافتتنوا به وقالوا هو ابن الله ودفعها إلى تلميذ له ومات وكان اسم التلميذ مخائيل فبدلها وزاد فيها ونقص منها ويدل على ذلك أن فيها أحاديث أسفار موسى وما جراله وموته ووصيته وليس هذا من كلام الله عز وجل وأتى عزير على بيت المقدس بعدما خربه بخت نصر البابلي فقال أن تعمر هذه بعد خرابها فأماته الله مئة عام فأول ما خلق منه رأسه ثم ركبت فيه عيناه فجعل ينظر إلى عظامه تتصل بعضها ببعض ومات وهو ابن أربعين سنة وابنه ابن عشرين فلما عاش أتى قومه فقال أنا عزير فقالوا حدثنا آباؤنا أن عزيرا مات بأرض بابل فأملت توراة عليهم وقيل ذلك الرجل إرميا روى عبدالصمد ابن معقل عن وهب ابن منبه قال أقام إرميا بأرض مصر فأوحى الله تعالى إليه أن الحق بأرض إلياء فإن هذه ليست لك بأرض مقام فركب حمار حتى إذا كان ببعض الطريق وأخذ معه سلة من عنب وسقاء جديدا فيه ماء فلما بد له شخص بيت المقدس وما حوله من القرى والمساجد ونظر إلى خراب لا يوصف قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها ثم ربط حمار وعلف وسقاء فألقى الله عليه النوم وأماته في نومه فمرت عليه سبعون سنة فأرسل الله ملكا إلى ملك من ملوك فارس عظيم فقال إن الله يأمرك أن تنفر بقومك فتعمر بيت المقدس وإلياء وأرضها حتى تعود أعمر مما كانت فندب ثلاثة آلاف قهرمان ودفع إلى كل قهرمان ألف عامل وما يصلحه من أداة العمل فساروا إليها وهم ثلاثة آلاف عامل فلما وقعوا في العمل رد الله عز وجل روح الحياة في عيني إرمية فنظر إلى إلياء وما حولها من المدائن والمساجد والحروف تعمل وتعمر حتى عادت أعمر ما كانت بعد ثلاثين سنة وتمام المئة فرد الله إليه الروح فنودي من السماء كم لبثت قال لبثت يوما ثم نظر إلى بقية الشمس فقال يوما أو بعض يوم فنظر إلى طعامه وشرابه وكان معه تين وعنب ولم يتغير ونظر إلى حماره وقد تفرقت أوصاله فجمعه الله عز وجل عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزى طاطري ابن أسمنوس بني إسرائيل فسباهم وسبا حلية بيت المقدس وأحرقها بالنيران وحمل منها في البحر ألفا وسبعمائة سفينة حلية حتى أورده رومية قال حذيفة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليخرجن المهدي ذلك حتى تؤديه إلى بيت المقدس وحدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز قال خربت الروم أهل رومية مسجد بيت المقدس واتخذته مزبلة حتى إن كانت المرأة لتبعث بخرق من دمها حتى تلقى في مسجد بيت المقدس فلما قرأ قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام فقرأه على بطارقة الروم ببيت المقدس فلما فرغ من قراءته قال ويلكم ما ترون قد خربتم هذا المسجد واتخذتموه مزبلة توبوا مما صنعتم وإلا قتلتم علي كما قتلت بنو إسرائيل على دم يحيى بن زكريا فأخذوا في كنسه وهو يومئذ مزبلة وقد حاذت محراب داود فما كنسه إلا الثلث حتى قدم المسلمون وحضر عمر بن الخطاب فتحها وتولى كنسها بنفسه ومن معه من المسلمين الباب الثالث عشر في غزوة موسى أرض بيت المقدس قال علماء السير أمر الله عز وجل موسى وقومه بالسير إلى أريحة وهي أرض بيت المقدس قال السدي فساروا حتى إذا كانوا قريبا منها بعث موسى إثني عشر نقيبا من جميع أصباط بني إسرائيل ليأتوا بخبر الجبارين فلقيهم رجل فأخذ الاثني عشر فجعلهم في حجزته وعلى رأسه حمل حطب فانطلق بهم إلى امرأته فقال انظري إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم يريدون قتلنا فطرحهم بين يدي فقال ألا أطحنهم برجلي قالت لا بل خل عنهم حتى يخبروا قومهم بما رأوا فلما خرجوا قال بعضهم لبعض يا قوم إنكم إن أخبرتم بني إسرائيل خبر القوم رجعوا عن نبي الله ولكن اكتموا وأخبروا نبي الله فانطلق عشرة منهم فأخبروا أهليهم وكتم رجلان فقال الناس إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها والرجلان يوشع وكالب فقال الله تعالى فإنها محرمة عليهم فضرب عليهم التيه فكان موسى لما نزل بأرض كنعان من أرض الشام وفيهم بالعام قالوا له أدعو علي قال ويلكم كيف أدعو على نبي الله فألزموه فدعا عليهم فتاهوا الباب الرابع عشر في فتح يوشع بيت المقدس قال أهل السير أمر الله عز وجل يوشع بن نون المسيرة إلى أريحة لحرب من فيها من الجبارين وهي التي امتنع بني إسرائيل عن دخولها فماتوا في التيه ومات موسى وهارون في التيه ومات الكل سوى يوشع وكالب إنما دخل يوشع بأبنائهم فدخلوا عليهم فقتلوهم فكانت الأصابة من بني إسرائيل تجتمع على عنق الرجل حتى يقطعوها وكان القتال يوم الجمعة فخافوا من دخول السبت فقال يوشع اللهم احبس الشمس فوقفت بينها وبين الغروب قيد رمح فثبتت مقدار ساعة حتى افتتحها وقتل أعداءه وهدم أريحة ومدائن الملوك حدثنا أبو بكر ابن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس لم تحبس على بشر إلا يوشع سار إلى بيت المقدس وقال وهب ابن منبه كان يسرج في بيت المقدس ألف قنديل وكان يخرج زيت من طور سينة مثل عنق البعير حتى يصب في القنديل ولا يمس بالأيدي وكانت تنحدر نار من السماء بيضاء فيسرج بها وكان على السراج ابن هارون فأوحى الله تعالى إليهما ألا تسرج بنار الدنيا فأبطأت النار عنهما عشية فعمد إلى نار من نار الدنيا فأسرج بها فانحدرت النار فأحرقتهما فخرج موسى إلى الموضع الذي كان يناجي فيه ربه فقال أي ربي ابن هارون أخي قد علمت منزلتهم مني ومكاني فانحدرت النار فأحرقتهما فقال له يا موسى هكذا أفعل بأوليائي إذا عصوني فكيف بأعدائي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر